صباح النوح صباح النوح صباح النوح صباح النوح سمعتنا ونحن نتكلم عن الفنون باختلافها أول كان الفن أو المتعارف علي فكرتنا أن الفن كان مثلا على لوحة معينة كان يعرض فكرة وحدة لأن من خلال المنحوتات أو من خلال هذه الفنون أنت تقدري تعرضي أكثر من فن كلمين عن خروجا من اللوحات العادية دخولا بالفنون التي تكون موجودة معنا اليوم في الستيديو كما كان كل شيء على الكنفاس اللوحة الطبيعية مع الوقت صار في أصص مودرن أكثر ساعة العالم ترغب أصص خاصة أكثر لماذا أريد أن أرسم على لوحة على حيات ضغط لماذا أريد أن أضعها على حيات في الوقت أن أستعمل شيء شخصي لإلي شيء شخصي لإليه لماذا أريد أن أرسم على جاكت على لعبة على شنطة على شوز على أي شيء فالرسم لا أقل حدود ولا أقل مطرح يمكن مادونا أنا بعد أن أرى شوز اللابستي وشفت الجراكات هناك أتخيل أن أنت لا أفريكي تلبس قطعة عندما تضع للمساتك الخاصة وتبتكري الخاصة الخاصة خبريني أمتى بدأ معك هذا الهوس يمكن هذا الهوس من صغيرة أرسم فتت بمجاري جرافيك ديزاين شدني أكثر وتعلمت كثير من نقصص يعني كنت أفكرة بس التلوين هو عبارة عن ألم رصاص وبرقة وهي هي لا أطلع أكثر من هذا بكثير المتيرة التي اختلفت مثل من بنتوري إلى أكريليك إلى تلوين زيت إلى تلوين مخصوص للقماش هذا أحسن من هذا وعلى العمل تتعرف كل شيء يعني كل لون لأي نوع من جلد من هك فهذا الشيء تغير وكل شيء صار يتطور وحاله تتفش ثانية وصار العالم تحب أنه عمليلي هاي طب ليش لا ترسميني أول شيء مثلا قام بترسمي إلا ما ترسميني بالضبط أول سؤال هذا الشيء نعم نعم الرسم التقليدي يكمن فيه صعوبة التحكم حتى بالألوان لكن كلميني عن الصعوبة التي موجودة في الأعمال التي تفعلتها لأنها جدا صعب أنت ترسمي على مختلف مختلف صح كلميني عن الصعوبة لا الصعوبة لا يوجد صعب بالنهاية كل شخص لا أحبته إذا كانت هناك ترسمي أكثر كل المتار لديها ألوان وخلط الألوان بطريقة معينة وأنا يمكنني أن ترى اللون باج كمان الفان لا يوجد جمالية معينة بطريقة لأنها ترسمي لأنها بطريقة ترسمي بطريقة لأنها أعلمت كثيرا كما تفكر ما ترسمي بطريقة بطريقة كمان وخلط لأنها ترسمي أجل وكما ترسمي بطريقة لأنها سمرة بطريقة تختلف كل شيء يختلف لأنها تختلف لأنها ترسمي بطريقة لون معينة نفتح قبل نرسم بطريقة بطريقة لأنها ترسمي بطريقة 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 لا أستطيع أن أترك هذه بطريقة إن شاء الله لا أستطيع بطريقة شكرا شكرا لكن شاركت من المعارض أريد أن أعرف ماذا تضافت لك هذه المعارض أول أن أحبت الناس كانت جميل أحبب أكثر أن أقوم بطريقة شعر أول بدأت بشعر عادة أصدقوا 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 لأنني أصدقوا أصدقوا لأنني أصدقوا 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 على صفحة وإذن أصدقوا 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 يحب العلم فيها ويحب كل الأزواء لا يكون فقط محصورة بمطرحة لا يطلع من القوقع التي أم فيها فهذا الشيء بالمعارض أكد نفعنا ويمكن أن نشغل الجنسيات مختلفة بالضبط وكل أحد فينا يحب أن يكون عنده شيء يشبهه 100% يخصه لحاله ليس موجود عند أحد الثاني حتى مدونة عرفي في الرسومات والرسم العادي أنت قلت أن أنت متخصصة في الجرافك ديزاين الجرافك ديزاين من وجهة نظري يحتاج إلى دراسة لكي تفهمي الألوان وهذه الأمور وداماً يدخل الجمهور أيضاً في الفن لكن مثلاً في فن الرسم أو الفن الموجود معنا في الاستيديو هل تحسي أنه لازم أنا أدرس عشان أبدع في هذا المجال أو يكون بس يكمن في الموهبة فقط والهواية ما في شيء بيبلش عن عبس ما فيك تكون أنت ما دخلك باللون وتفوت بمجال ما إليك فيه لأنه بحات تفوته وحتجع تطلع منه كما تفوته فأنا يمكن أن لا أعرف مرأ بالألوان من الصغر يمكن أن تكون هناك شيء يسمى جرافك لأننا جرافك تصبح مؤخراً ليس من زمان كثيراً يعني تقول لي أن ترسم رسامة تشكيلية أو شيء لكن ليس لديك فرع ثاني فأنا حاولت أن أمزج الأفكار لأن الفكرة لا ترسم فقط برسمة والدعايات كلها هي أندري غرافك ديزاين ليس تحت رسام فهذا شيء حاولت أخرته من الميلتان يمكن قبل كان عندنا فن واحد لي هو الرسم اليوم مع التطور صار الرسم نفسه أكثر من قسم أكثر من جزء مضبوط نظراً لأنك تخرجت غرافك ديزاين حابت تخبريني شو هي أهم خلينا نقول القواعد اللي لازم يعتمد عليها بالتصميم مثل حيالة مدرسة مثل حيالة مدرسة مدرسة مثلا وتعلمك رياضية وتعلمك عربي وتعلمك إنجليزة ولكن كل واحدة تابعة إلى مدرسة أدب إنجليزة ولكن تدرسها على البريتش تكون على الأمريكا نفس الشيء بالتصميم كل جامعة إلا سيستامة لأنه مثلا كل رفعاتي كمان جرافيك ديزان من جامعات تانية منتناقض بكتر أمور لأنه بيشتغلوا على سيستام تاني بس مش يعني أنا صح و هني غلط أو هني صح و أنا غلط مثل الرسمة الطبعية يعني من الرسمة ما إلا مرأة واحد هيدا هيدا الرول لازم تتبعيه انت بتعمل الرول مثل ما أنت بعدك يو كريايت يور اون رولز هذا هي كيف الشاعر يحق كل الشاعر نفس الشي بالرسم وأصلا يمكن بتخيل هاي هذا التخصص بالتحديد بيعتمد على الخيال الواسع على العين النظيفة التي تقدر تمزج الألوان بطريقة معينة ويكون عندك خيالك أنك أنت ضلق عم تبتكري بشكل دائم حتى نوار بعد يعتمد لغرافيك ديزاين درسنا في الكلية هو لازم يعتمد على السكتش لازم قبل كل شيء أنت تسويه لازم ترسمي السكتش مستحيل تبدي فيه تصميم إلا لما يكون قبل استقل كلميني بس عن أهمية السكتش فيه مثلا تصميم أو تشكيل فكرة الفنان حتى أوكي أول شيء قبل أن تطبق الشغلة على السكتش فيه دماغ يفكر عم بيشوف يعني بيلقط كل شيء حوله يمكن أن ترى شغلة من صغري من أحمر تتذكري هذا الشكل براسك بس أنت بديك تطبقها فهون الفكرة بديك تطبقها بشكل معين وكيف يريدك تقنع الزبون بهذا الشكل أنه أنت ممكن ترى التفاحة بهذا الشكل أنا يمكن أن أرى مدورة أحداً لا يرسوا أو لا يرسوا في الفن يقول لك مربع فهذا الشيء يغير لك من السكتش وكيف تحاول صلة التواصل بينما لا يمكنني أن أرى ما فيه براسك فأريدك سكتش أعرف أقرب أكثر وحتى الفكرة بعضوين عندما تفعل أكثر من سكتش معين تأخذي من هذا ومن هذا بعد أن تجمعي كلها في مكان واحد يطلع فكرة أيضاً جديدة بس ممكن مادونا وحمدا إذا تتوافقوني الرأي كل حدا فينا يحب شيء في الحياة يحب شخص متعلق بهذا الشيء كان هو مثل الملهم يعني الأعلامي أكيد عنده أعلامي يحبه كثير ألهموا بهذا الموضوع أنت بالمجال خبريني من الأشخاص اللي أثروا فيك فيه أشخاص كثير وفنانين كثير وفيه عالم طبيعي كثير يعني مش تتخلين بفن ولا بشيء أبدأ من الأهل أكيد خاصة بالأسس اليدوية فالأهل كان لهم مراء كثير بهذا الشيء طبعاً الدعم الأساسي طبعاً بدأت أعرف شو يعني رسام شو يعني فوت أكتر خاصة أنا بلشت بجرافيتي برسم على جداريات قبل ما بلش أرسم على تياب أنا برسم جداريات هؤلاء الجداريات تأثرت ببانكسي دوندي ديام هؤلاء مشهورين كثير قبل ما أخلق بس هؤلاء قواعد بس مشرطة يكونوا صح بس هؤلاء حسيت أنا فيهم يعني في شيء يشبهني فيهم على مدار الأيام صار في عندك فنانين كثير تستوعب أكتر لفنانين مثل فان جوج مور بورتري لأنه أنا أكتر شغل بورتريت ووجوه فهذا الشيء صرت أطلع فيه وشوف أنا وين صرت الاتصال بينهم بس مع العلم ما فيه ممكن اتصال بالنسبة للعالم اللي بتشوفه بس أنا بحس في شيء عم بشدني أنا بدي أعمل من شغل ما بدي أعمل رسم معلحات معين بشكل كلاسيكي بدي روح لفنانة معين فهونا ايغات انسبايت بروح لفنغوغ لحلانتينة أولا في التصميم داما نحن نلجأ للبرامج وفي الرسم نلجأ لليد أكثر فأنت دخلت هذا الشيين مع بعض هل أنت تفضلي كأول ستب في التصميم أو في الرسم أن تلجأي إلى الكمبيوتر أو تلجأي إلى أشياء الرقمية كعمل السكتش أو هذه الأمور أو أن تلجأي إلى اليد وبشكل أفضل على حسب هناك أساس جميلة تبدأ فيها على الكمبيوتر يعني شيء أنتو ديجيتل أردس أشعر أن تنظف لوجو أو شيء أشعر أنه يستطيع أن ترسمه ولكن ترى شيء مضيف يستطيع أن يعمل في الكمبيوتر لأنه لا يوجد شغلة ولكن بالنسبة للرسم على الورقة له متعة أكثر لديك مزج ألوان بطريقة أحلى على الكمبيوتر كل شيء كبست بس مزج الألوان بتعطيها حيات أكثر لمست إيدك حتى شدت إيدك على الألم تشعر أن تتعطيها أكثر من الكمبيوتر صراحة أنا عم حاول أتخيل قطتك مثلا أو بيتكن أكيد كله أعمال فنية وكله قصص ملون أنا كثير بحب هذا الشيء فكمان كنت حابة أسألك عن قصة قدي ساعدتك السوشال ميديا الإنستغرام أنه ناس تشوف صور قدي ساعدتك هذا الموضوع بنشر أعمالك السوشال ميديا هي من أهم العناطس حتى اللي أنا موجودة فيها هلا اليوم أنا عندكم كمان السوشال ميديا والأراء المختلفة والأراء المختلفة هذه هي السوشال ميديا يعني تكون أنت قادة في البيت وراء بين أربع حطان وراء ما تشوفك لا يوجد أحلام صراحة المعروضات ستنعرض وراءنا على الشاشة أحلى شيء هو البورتريت وكيف أنت قدرت أن تسمي شكل معين لفتاة لا أشكر على تواجدت اليوم معنا شكرا إلا صار وقت لازم نأخذ بريك شكرا نأخذ بريك ونباتها راح نرجع شكرا شكرا